يقول إذا وقعت علي مصيبة مباشرة أخرج من الاستغراق في لحظة هذه المصيبة إلى ما يجب شرعاً أن أفعله ومن ذلك أن هذه المصيبة ما وقعت إلا بذنب كما ورد عن علي رضي الله تعالى أنه قال ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة أو نحو هذه الكلمة هذا طبعاً على العموم وسيأتي إضاح بعض الشيء ما نزل بلاء أي مصيبة إلا بذنب وما رفعت يعني هذا البلاء وهذا المصيبة إلا بتوبة فإذن يقول مثلاً أدخل على أهلي ويجد أهل أني في حال الضيق يعني يقصد زوجته وأقول ما الذي حدث أقول والله وقع كذا وكذا أقول لها هل تعتبرين هذا الذي وقع مصيبة تقول نعم لو لم يكن مصيبة ما وصلت الحال إلى هذا الأمر لو كان أمراً عارضاً ما التفتنا له فلا تخل الحياة من أمور عارضة أقول لها هنا أشياء أنا وأنت السبب تقول لا لسنا السبب لا والله لسنا السبب السبب من الأولاد السبب من الأقارب من كذا الذين أحدثوا المصيبة يقول لا الله جل وعلا يقول وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم فتقول لو كيف يقول صحيح أن هؤلاء هم المخطئون صحيح لكن الله سلطهم علينا بذنب ارتكبناه أنا أو أنت أو كلام أو الأولاد في البيت ما الحل يقول مراراً هذا الشاهد أيضاً قبل أن أباشر علاج المشكلة مع طرف المعني سواء وقعت من الأولاد أو من الأقارب ومن الجيران أو من أي طرف كان أتوجأ إلى الله جل وعلا وما رفع إلا بتوبة ألجأ إلى الله جل وعلا ففر إلى الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وأقول لها كذلك افزع إلى الصلاة يقول مراراً وليست مرة واحدة ما ننتهي من الصلاة والتضرع إلى الله إلا تنحل المصيبة أحياناً يأتي من أوقعها علينا ويعتذر ويبادر قبل أن نبدأ بالمباشرة معه سبحان الله إذن عرف الطريق لأن انفقهوا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة هذي كذبت أيديكم